كعادته دائما بخطاباته التي يعطيها طابعا ثوريا مقاوم والتي لا تخلو من توجيه الاتهامات لخصومه في الوقت الذي يتنصل فيه عن كل المسؤوليات التي هي من صنائع حزبه المصنف إرهابيا ضمن قوائم واشنطن والدول أوروبية عدة فرنسا بدأت جمد سيدر وأمريكا عم تعمل عقوبات وعم تقطع الطريق على أي مساعدة للبنان والدول العربية على اختلاف الأسباب المطروحة طيب بعض الدول العربية طيب شو نعده مننتظر الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله وكأول رد فعل على تفجيري بيروت وفي قراءة استباقية تنبؤية لخطابه المرتقب ما الجديد الذي سيتناوله خطاب نصر الله وعلى من سيلقي باللائم هذه المرة الإجابة من منظور سياسي تحليلي قد لا تخرج عن هذه المحاور وإن زادت أو نقصت بعض الشيء كالعادة اتهام أمريكا والصيونية بمسؤولية التفجير وسيدعي أنه يمتلك معلومات وبثائق تؤكد ذلك الإدعاء سيوجه أصابع الاتهام إلى دول الخليج وخاصة السعودية زاعما أنها تسعى لتدمير لبنان سيحمل مسؤولية الغضب الشعبي الدائر في لبنان إلى خصومه السياسيين مثل تيار المستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي وغيره فهو لا يؤمن بالشراكة ومن ليس معه فهو ضده سيخلي مسؤولية حزبه عن أي مسؤولية أو ظلوع فيما آلت إليه الأوضاع في لبنان ربما سيهاجم زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وسيعقب على تصريحات الأخير وسيتهمه بالتدخل بالشؤون الداخلية والتنفيذ مخططات لاحتلال لبنان أو ما شابه ذلك سيعد اللبنانيين بحمايتهم من الجانب الأمني من باب الغول الذي صنعه بمخيلته فقط سيتوعد بالرد الحاسم والمزلزل لإسرائيل والدول التي يعتبرها من ضمن قائمة خصومه الطويلة سيحاول إشراك ميليشيات حزبه بعملية البناء والإعمار فضلا عن زجهم في الشوارع لسد الفراغ الأمني كما حدث في مراحل وأزمات سابقة سيستعطف ما يسميها ميليشيات المقاومة في الوطن العربي وتحديدا في العراق والسوريا واليمن وسيتوعد بمشاركة الرد المزلزل من خلالهم جميعا القصاص العادل من أجل قاسم سليماني هو القصاص العادل من أجل عماد مغنية ومن أجل عباس الموسوي ومن أجل راغر حرب ومن أجل مصطفى مدردين ومن أجل أبو مهد المهندس ومن أجل كل شهداء هذه الأمة سيتوجه بالشكر للدول التي يعتبرها ضمن محور المقاومة شكرا للمشاهدة شكرا